المحور الثاني في دورة اليوم واللي هو مهام إدارة الموارد البشرية أيضا من قسم إلى قسمين القسم الأول هو دور إدارة الموارد البشرية القسم الثاني رح يتحدث عن أقسام إدارة الموارد البشرية أولا اللي هو دور إدارة الموارد البشرية نرى من خلال عمل إدارة الموارد البشرية دورة ينصب أكثر في عدة نقاط أولاً هو تقديم النصح والأرشاد للمدراء التنفيذيين في جميع الجوانب المتعلقة بالأفراد العاملين فذلك يساعد هؤلاء المدراء في صياغة وإدارة وتنفيذ السياسات وحل المشاكل المتعلقة بالأفراد والعاملين الدور الثاني الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية هو مساعدة على تشخيص الفاعلية والكفاءة التنظيمية للعنصر البشري وذلك من خلال الوسائل المتعلقة بالأفراد والعاملين كذلك إيجاد المؤشرات القياسية كقياس كفاءة الأداء ومعدل الغيابات والتأخرات الدور الثالث الذي تقدمه إدارة الموارد البشرية هو المساعدة المدراء في كشف الصعوبات والمشاكل الأساسية المتعلقة بالأفراد والعاملين والمؤثرة في فعالية المؤسسة أي التنبؤ وحل المشاكل التي يمكن أن تظهر في المستقبل المؤسسة الدور الرابع هو توفير جميع الإجراءات المتعلقة بالأفراد والعاملين لضمان الإنتاجية الأفضل والأداء الأعلى من هذه الإجراءات والخدمات مثلا توصيف العمل وإعداد وتهيئة الأفراد والعاملين وإعداد البرامج التدريبية وإدارة الأجور والرواتب الدور الخامس الذي تلعب إدارة الموارد البشرية هو ضمان التنسيق بين جميع النشاطات المتعلقة بالأفراد والعاملين والوحدات الإدارية المختلفة في المؤسسة من خلال مناقشة الإدارات التنفيذية في هذه النشاطات الآن نأتي إلى القسم الثاني في المحور الثاني والذي هو أقسام إدارة المورد البشرية أي مؤسسة أيا كان حجما كان حجم كبير أو حجما صغير أيا كان طبيعة حملاء أيا كان التوزع الجغرافي إلى بيكون قسم إدارة المورد البشرية مؤلف من خمسة أقسام أساسية القسم الأول هو قسم الشؤون الإدارية والذي هو يعنى بكل المعلومات والداتا الخاصة في العاملين والموظفين لدى هذه المؤسسة القسم الثاني هو قسم التعيين والتوظيف والذي يعنى بفكرة استقطاب الموظفين والعمال اتداء من خلق الوظيفة إلى إعلان التوظيف إلى سياسات وإجراءات التعيين والتوظيف وانتهاء بأن ينضم هذا الشخص إلى المؤسسة ويباشر العمل القسم الثالث هو قسم التدريب وهو مسؤول عن تحديد احتياجات المؤسسة واحتياجات العاملين لكل المهارات أو التدريب اللازم ليقومون بعمل بأفضل طريقة وأيضا تقديم خدمة التدريب للمؤسسة والعملين فيها إن كانوا داخلياً أو خارجياً القسم الرابع هو قسم الأجور والرواتي وهذا القسم هو مسؤول عن تحديد وحساب كل المستحقات المالية الشهرية لشكل دوري للموظفين والعملين أو نهاية خدمة الموظف وبالتالي عملية هي عملية تبدأ من عدد أيام الدوام انتهاء إلى الاقتطاعات والحوافز والمكافآت وكل المستحقات من حوافز وبادلات ضمن الشهر للموظف القسم الخامس هو قسم التأمينات الاجتماعية وهذا القسم يعني بكل العلاقات الحكومية للعاملين والموظفين مروراً بمستحقاتهم أو استحقاقاتهم من القانون العمل أو من هذه المؤسسة اشتركوا في القناة